قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما ثم أما بعد تكلمنا بحمد الله تعالى هذا السابق عن غزوة خيبر وكانت في شهر المحرم من السنة السابعة من الهجرة الفوائد من أثار الإيمانية قال ابن القيم رحمه الله ما منخصه فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية يقول فمنها محاربة المشركين ومقاتلتهم في الأشهر الحرم ولا خلاف جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو فإذا بدأ العدو في شهر حرام فطبعا يجز رضيان عليه وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء فالجمهور جوزوا وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ وماذب الإيمان الأربع رحمه الله ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم راجل الذي قتل على رجليه عكس الإنفاس الذي معه فارس فالفارس سهمان والفارس ينسام وللراجل سهم وحد ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه لأن أربعة أخمسة للغنائم بتقسم على الغنمين ولكن لو وجد إنسان طعام فيه القتال فجوز أن يأكل منه ولا يجب تخميسه كما أخذ عبد الله بن غفل جراب الشحم الذي دل يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصل هذا من التشريع ومنها أنه إذا رحق بالجيش مدد بعد تخضي الحرب فلا سهم لهم إلا أن يأذن الجيش إلا بإذن الجيش ورضاهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة لو جعفر ومن معه وأبو موسى الأشعرينهم أهل يمن الذين يعني ركبوا سفينة يعني ألقتهم إلى الحبشة فأتوا يعني مع الذين هجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية فوفقوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغوا من خيبر قد تاتي عن غزوتي عن خيبر فإن صلى الله عليه وسلم ما قسم لهم يعني من غنائمه حتى استأذن صحاباء الكرام رضي الله عنه فيقول إذا رحق بالجيش مدد بعد تخضي الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم ومنها جواز المساقى والمزرعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زر كما عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك ومن داب المشاركة ونظير مضاربة سواء يعني واحد يعطي الأرض الآخر يزرعها على النصف أو على ثلث من مجموع المحصول ولكن لا يجوز أن يقول أنت جزء الفلايم عن جزء الفلايم لأنه قد يعطي هذا ولا يعطي هذا ولكن من عموم المحصول يكون فيه يعني جزء معلومة نصف مثلا أو ثلث ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوا من أموالهم طبعا الصحابة كانوا مشهولين بالجهاد والفتوحات الإسلامية فأختم أثمن من أن ينفق يعني فيه يعني زراعة الأرض وحوثها فاليهود طلبوا أنهم يعني يزرعوا الأرض ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم يعني النصف الثمرة فقال نقرركم ما أقرركم الله عز وجل فترك لهم الأرض يعملوا فيها ويزرعون فيها ويعطون مسلمين يعني النصف الثمرة وأجلاهم يا نعمر رضي الله عنه عملا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصر من جزيرة العرب ليس من مكة والمدينة فحسب ولكن من جزيرة العرب فأجلاهم عمر رضي الله عنه ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوا من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم بذر من المدينة خطعا فدل على أنه ديهو عدم اشتراط يعني كون البذر من رب الأرض الذي يزرعه الذي يأتي بالإيه بالبذر لأنه لم ينقل أن الناس السلام كان يرسل لهم البذر ولكنهم كانوا يشترونه ويضعونه وهم الذين يعملون في الأرض ومنها أن أهل الذنب إذا خلفوا شيئا مما شرط عليهم الذنب هو أهل العهد إذا خلفوا شيئا مما شرط عليهم يعني في العادة مع المسلمين لم يبق لهم ذنب وحلت دماؤهم وأموالهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا فإذا فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم فلما لم يفوا بالشرط استباح دماؤهم وأموالهم صلى الله عليه وسلم ومنها أن ما لا يؤكى اللحم لا يطهر بالذكاء لا جلده ولا لحمه يعني طبعا استدلالا بالأيو لما برح الحمر الإنسية وكان الصحابة في جوع شديد ومع ذلك نفس السلام يعني أمرهم بإراقة المرق وكفء الخذور يعني بها فيها من لحم وهم في شدة الجوع فلكن يجوز يعني ذلك لا ترك يعني ذلك فإذا كان شيء غير ما أكون لحم زي الحمر الإنسية يعني ذبح فهو بمثابة الميتة يعني الذبح لا يزكي وأن ما لا يؤكى اللحمه لا يطهر بالذكاء لا جلده ولا لحمه وأن ذبيحته بمنزلة موته وأن الزكاء نما تعمل في مأكل اللحم ومنها أن من أخذ من الغنيم شيئا قبل خسمته لم يملكه وإن كان دون حقه وأنه إنما يملكه بالخصة فهذا يسمى الغلول الغلول هو السرخ من الغنيمة قبل أن تخسف والغنيمة يتملك بالخسمة يعني القائد الجيش أو الإمام يجبع الغنائم ويعزل الخمس لله عز وجل والرسول ومصالح المسلمين ويخسم الأربعة أخماس الغنيمة على الغنيم فهم يملكونها بالخسمة لكن لو أخذ إنسان شيء من الغنيمة قبل أن تخسم فهذا لا يجوز له أن كان دون قسمه ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل خسمته لم يملكه وأن كان دون حقه وأنه إنما يملكه بالخسمة ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها شملة عباية إنها تشتعل عليه نارا وقال لصاحب الشراك الذي غله شراك من نار الحديث البخاري ومسلم ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوى بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها قسمتها يعني كما قسم يعني بني نظير وبني خريضة ولم يقسم مكة مكة أيضا فتحت عنها كما سياتي ولم يقسمها وقسم نصف خيبر يعني على الغانمين وفي قبل الذي يقسمه المنقول يعني ذي الإبل والغنم والذهب والفضة والنساء والأطفال هذا الذي يقسم أما الأرض فالأمر رجى فيها للإمام ومنها جواز إجلاء أهل الزمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم كما قال النبي فأصلا نقركم ما أقراكم الله وأجلهم عمر بعد موته وهو قول قوي يسوق العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة ومنها جواز عدق الرجل أمته وجعل عدقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها طبعا لما ذكر له صفية بن تحيي بن أخطب إنه أسلام استفاه لنفسه ثم أعتقها وجعل عدقها صداقا ولن يخل خط هذا خص بيه ولا أشار إلى ذلك يقول والقياس الصحيح يخطضي جواز ذلك فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها لأن السيد يملك الرقبة ومنفعة الوطئ يستمتع بها فإذا تنازل عن ملك الرقبة وظل في منفعة وطئها فهذا يعني كأنه تنازل عن جزء من حقه فهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والأصل يعني مشاركة الأمة له في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبيه كما فيه الموهوبة يعني لا يجزل إنسان يعني أنتهب له امرأة نفسها فيتزواجها بلفظ الهبة هذا خص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرأة مؤمنة إن وهبك نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون المؤمنين امرأة تقول له وهبت لك نفسي فيتزواجها بلفظ الهبة لا يحفج إلى ولي ولا شعور فهذا خص بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يكن قط هذا خص بي ولا أشار إلى ذلك والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وقدمتها فلو أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستقي ملك المنفع أو نوعا منها ومنها قبول يعني هدية الكافر لأنه صلى الله عليه وسلم قبل يعني هدية مرأة سلاة بن مشكة في الشياء المسمومة ثم يعني لما أكى منها قال يعني أن هذا الذراع أو هذا الأرض يخبرني أنه مسموم قال الجزائري أحفظ الله تحت عنوان نتائج وعبر جواز الحداء والأنشيد الحسن الخلية من السوء والبذاء بيان آية النبوة المحمدية في نعي عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخول معركة قال غفر الله لك وما استغفر لأحدين يخصوه إلا استشهد فذلك قال له عمر لولا ما اتعتنى بعمر بيان فضل علي بن أبي طالب وفاز به من حب الله ورسوله لو طيان نضايا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فضمدي من قبع علي جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني في هذا بيان صدق وعد الله تعالى في غنائم خيبر إذ وعد المؤين بها فأنجزها لهم وله الحمد والمنى جبر يعني بها كسرهم لما رجعوا يعني من الحديبية ولم يصلوا إلى البيت فقال وعدكم اللهم غانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فكانت غنائم خيبر يعني أول غنيمة يعني بعد الصلحة الحديبية قال محمد سعيد رمضان البطي ثم إن في هذه الغزوة حادثتين كل منهما ثابت بالحديث الصحيح تعدان من الخبار الخرعظيمة التي أيد الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم أولى هما أنه صلى الله عليه وسلم تفل في عين عليه رضي الله عنه وقد كان يشتكي منها فبرأت في الوقت نفسه حتى كأن لم يكن به وجعا الثانية ما أوحى الله إليه من أمر الشات المسمومة عندما أراد الأكل منها ولأمر ما سبق قضاء الله تعالى فبتلع بشر بن البرأ لقمته قبل أن ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة فكان خضاءه في ذلك والعلى في ذلك مزيدا يعني من بيان مختص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحفظ والأصنع من عيد الناس وكيدهم تنفيذا لوعده جل وعلا والله يعصمك من الناس عمرة الخضية وهذه العمرة كانت في ذو القيدة من السنة السابعة من الهجرة طبعا كانت بعد الحضيبية بعام كامل لأن الحضيبية كانت في ذو القيدة من السنة السادسة وهذه العمرة التي قاض عليها قريش واتفق مع قريش عليها يعني أن يأتي في العام المقبل فكانت عمرة القضية أو الخضاء أو القصاص وكانت في ذو القيدة من السنة السابعة من الهجرة واختل في سبب تسميق عمرة الخضاء فقيل مرد ما وقع من المقاضاء بين المسلمين ومشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحضيبية فالمرد بالخضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح ولذلك يقلع عمرة القضية وقد قال السعيدي ويروى أيضا عمرة القضاء ويقلع عمرة القصاص وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرامي والحرمات القصاص وهذا الاسم أولى بها وسمية عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاض قريشا عليها لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها الإنسان لو قصد البيت وأحرم بالعمرة ثم منعه مانعه سواء كان عدو أو حبسه حابس أو مرض لم يتمكن من الوصول فإن أمكنه أن يرسل بالهدي إن كان معه هدي يرسله إلى مكة يذبح أو ينحر في مكة فلا يحل حتى يبلغ الهدي محلة وإن لم يتمكن من ذلك أن ينحر يعني هديه حيث أحصر ويتحلل يعني من عمرته ويكتب له أجل الأمر وهو المحصر يقول بوب البخاري في كتاب المحصر باب من قال ليس على المحصر بدل طبعا هذه ترجمة من الإمام البخاري كأن يشير إلى أن في خلاف المسألة لكن هذا ما يذهب ليه البخاري أو القول الراجح فيها أن ليس على المحصر بدل وقال وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهل عن ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو إذاك فإنه يحل ولا يرجع إن واحد جمع امرأته وهو في الحج فعليه أن يكمل هذا الحج أو العمر الفاسد يعني هو جمع زوجته وهو محرم فيكمل هذا الحج الفاسد أو العمر الفاسدة ويذبح جملا أو ينحل بدل ثم عليه أن يحج من قابل ويفرق بينه بين زوجته يعني حتى لا يقع في هذا المحضور يعني مرة ثانية فقال ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ليس عليه بدل أو ليس عليه قضاء وإن كان معه هج وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يخل حتى يبلغ الهج محلة وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع وإن كان ولا خضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يخضوا شيئا ولا يعود له الحديبية خارجا من الحرام وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار خريش بينه بين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وخاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صلاحهم فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرجا أنه كان أوفى الناس بالعهود صلى الله عليه وسلم قال الحافظ وقال حاكا في الإكليل تواطرت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منها أحد شهد الحديبية فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه آخرون مؤتمرين فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان ما كان بالحديبية ألف وأربعماء فكانوا في عمرة القضاء أو القضية ألفين سوى النساء والصبيان وعن ابن شهاب قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية أمر أصحابهم فقال اكشفوا عن المناكب اللي هو الإضباع وكشفوا المناكب الأيمن ويكون هذا طوال الطواف اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف اللي هو الضام اللي هو في الثلاثة أشواط الأولى ليرى المشركين جلدهم وقواتهم وكان يكيدهم بكل ما استطاع فانكفى أهل مكة الرجال والنساء ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبتهم حمى يثرب وكان بالمدينة حمى ودعا النساء صلى الله عليه وسلم أن تنخل فنقلت إلى الجحفة فأرد أن يظهر قوة الأين وسلمين وبقى هذا من سنة صلى الله عليه وسلم من أجل أن تذكر كيف أعز الله رجال الإسلام وأهله وإن الأصل لنى الاختداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان يكيدهم بكل ما استطاع فانكفى أهل مكة رجال والنساء ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت وعبد الله ابن رواح يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوشحا بالسيف يقول خلوا بني الكفار عن سبيله أنا الشهيد أنه رسوله فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فبعث رجال من أشراف المشركين كرهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ريضا وحنقا ونفاسة وحسدا خرجوا إلى نواحي مكة فكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوكه وأقام ثلاثا لو البخاريان ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون أنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الأشواط الثلاثة رمله الإصلاف الخطة وتقارب الخطة وهز المنكبين حتى لو المكان ضيق ويظهر كأنه يهر ويقارب بين الخطة ويحرك منتبيه أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمش بين الركنين اللي هم اليمنيين ركل فيه الحجر والذي قبله لأنه مشيكون كانوا يجلسون في ناحية الحجر الذي يجلس في ناحية الحجر إسماعيل لا يرى يعني من بين الركنين فأمرهم أن يمش في هذا المكان إثقاء على يعني خواتهم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمش بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمل الأشواط كلها إلا الإثقاء عليهم والرمل هو الإسراع ومقاربة الخطة قال ابن من كبيه في مشيه قال حافظ ويأخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم وليعد ذلك من الرياء المذموم كما أن التبخطر في القتال يعني يعني جائز بل مستحب من أجل إظهار قوة المسلمين وفيه جواز المعارض بالفعل كما يجوز بالخول وربما كان بالفعل أولى فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بمكة ثم سأله مشركون الوفاء بالعقد فأذن بالرحيل عن البراء رضي الله عنه قال فلما دخلاها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عننا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم يعني يعني هو ابن عمي ولكن لتفاوت السن وإجلال للنبي السلام تقول له فقالت يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة يعني هي تكون أيضا بنت عم علي رضي الله عنه يعني فأخذها علي وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك حمليها فاختصن فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي جعفر بن أبي طالب وقالتها تحتي فهو يدلي لها بسببين فبنت عمي وخالتها يعني زوجته وقال زيد ابنة أخي فقال بها النبي سallallahu alayhi wa sallam لخالتها وقال خالها بمنزلة الأم وطبعا من حسن خلق النبي سallallahu alayhi wa sallam يعني طيب يعني خاطر يعني علي يعني زيد فقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا قال علي للنبي sallallahu alayhi wa sallam أنا تتزوج بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي يعني من رضا لأن حمزة عم النبي sallallahu alayhi wa sallam وأخو من رضا فالنبي يعني عمها من رضا فقال إنها ابنة أخي من رضا وتزوج النبي sallallahu alayhi wa sallam بميمونة بنت الحار خالتة адми Kathryn وربنا وبنا بها بسرف قال ابن القيم أما قول ابن العباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه محرم وبنى بها وهو حلال فمما استدرك عليه لأن المحرم لا يجوز له أن يتزوج يقول وعد من وهميه وإن كان في الصحيح وهذا يدل على أن البخاري مسلم ليس كالقرآن لأنه لو كان من عنده غيره لو أجده فيه اختلافا كثيرا ففيه أحرف يسيرة جدا يعني مغمورة يعني فيه ما في الصحيح يعني من الصحيح ومن قبيل الوهم من أن الثقة أو الصحابي ليس معصوما فالوهم حدث من ابن عباس قال سعيد بن مسيب ووهم ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما حل قال يزيد بن أصم عن ميمونه ميمونه السار رضي الله عنه تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف يعني بعد انتهاء العمرة والتحلل من العمرة وقال أبو رافع لهو الوسيط يعني في الزواج تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونته وهو حلال وبنا بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما صح ذلك عنه إلى أن خلف الأقوال ثلاثة أحدها أنه تزوج بعد حل من عمرته وقول ميمونه السار وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو رافع وقول سعيد بن مسيب لهو أعلم التبين وجمهور أهل النقل والموافق طبعا للأدلة الشرعية الأخرى أن المحرم لا يجب له أن يتزوج مجرد حتى العقد والثاني أنه تزوجها ومحرم وقول ابن عباس وأهل الكوفة وجمع والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها ومحرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام قال ويقال أحرم الرجل إذا أخذ الإحرام وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أرى مثله مقتولا فمحرما يعني أنه كان في الحرم طبعا حرم المدني ولكن لم يكن محرما محج على عمره وإنما قتلوا في المدينة حلالا في الشهر الحرم الفويد والأثار الإيمانية قال دكتور أكرم العمري وقد نزل في عمرة القضاء قوله تعالى أخذ صدق الله رسوله الرؤية بالحق يتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومخصرين لا تخافون فعليم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ومن الأحكام التي اتضحت في هذه العمرة حكم من اعتمر فصد عن البيت فقال الجمهور يجب عليه الهدي ولا خضاء عليه وقال ابن القيم في هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين يعني مقدمة على العمة ومقدمة على غيرها لأن الخالة بمنزية الأم قال الجزائري حفظه الله لطيفة في أن آخر من تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه ميمونة يعني آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحياة رضي الله عنها وآخر من مات من نسائه بعده ميمونة وأنه بنى بها بسرف مكان ينقريب من مك وماتت ودفنت بسرف فكان مكان عرسها هو مكان دفنها فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مأواها وقد فعل عز وجل نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبركه على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله وسلم شكرا